السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي او نقول بقى ابطال الصف السادس الابتدائي نكملين مع بعض اخر وحدة في مادة الرياضيات وهي الوحدة السبعة ومعنا النهاردة يا سنة ستة الدرس التالت تمام كده الدرس التالت بعنوان ايه بعنوان استكشاف الوسيط والمنوال والقيام المتطرفة تمام كده يلا بينا كده نتقل سريعا ونفهم مع بعض يعني ايه الوسيط ويعني ايه المنوال ويعني ايه القيمة المتطرفة وازاي ان انا اجيب كل واحد من دول تعالوا كده نشوف عندنا هنا في البداية سنة ستة بيقول لنا مقاييس النزعة المركزية هي ايه زي ما اخدنا قبل كده منها الوسط الحسابي فاحنا عندنا كمان من مقاييس النزعة المنوال والوسيط والوسط الحسابي زي ما قلنا بالاضافة كمان ان احنا هنتعلم حرية جديدة النهاردة وهي اسمها القيمة المتطرفة تمام تعالوا جينا الاول كده سريعا ندخل مع بعض في المنوال ونعرف ايه هو المنوال المنوال هنا سنة ستة هو القيمة او القيم الاقصر تقرارا بين مجموعة من البيانات يعني ايه الكلام ده يعني هو لو عطيني مجموعة من البيانات وعايز المنوال فيها فانا ساعتها هروح اشوف ايه القيمة اللي بتقرر اكتر واخدها ويبقى هي دي المنوال او لو اكتر من قيمة عادي اشوف هما الاتنين بيقرروا قد ايه لو قد بعض عادي اخدهم هما الاتنين طيب فمسلا هنا بيقول لنا المنوال للقيام واحد تلاتة اتنين واحد خمسة واحد هللاحظ ايه هنا سنة ستة هللاحظ عندنا هنا ان رقم واحد ده اقرر عندنا كتير ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اقرر عندنا تلات مرات في الحالة دي يبقى هو ده المنوال يبقى المنوال هنا عندنا ايه المنوال عندنا هنا واحد طيب عندنا بقى المنوال هنا اربعة وستة اربعة خمسة ستة اربعة وستة هللاحظ عندي هنا ايه هللاحظ عندي ان الاربعة دي اقررت ادي مرة وقادي التانية وقادي التالتة. هنلاحظ كيفان عادي ان الستة دي تقررت ادي مرة وقادي التانية وقادي التالتة ايه ده يا ميس هدير? لان كده بقى عندي رقمين هما الاتنين مقرارين زي بعض. هقولك عادي جدا يبقى المنوال هنا هو ايه? هو اربعة وستة يبقى ناخد الاتنين تمام كده? طيب يا ميليو احنا فاهمنا ان المنوال هو القيمة الاكثر تقرارا. طيب تعالوا بقى ندخل على الوسيط. ايه هو الوسيط ده باقيم سادير الوسيط ده هو القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات يعني القيمة اللي قاعدة في النص بالزبط بعد ترتيبها تصعوديا او تنازليا يبقى انا لازم نرتب الايه نرتب القيم الاول يا اما تصعوديا او تنازليا مش هتفرق تمام كده وبعد كده ناخد القيمة اللي ايه اللي في المنتصف بالزبط وتبقى هي دي الوسيط يعني مثلا بيقول لنا هنا الوسيط للقيم تلاتة وسبعة واتنين واربعة وصفر هل انا هنا نقدر نحدد الوسيط من غير ما نرتب الارقام? لا. طبعا ما ينفعش. لازم نروح نرتبها الاول. تعال مسلا وان يكون على سبيل المسال هرتبها تصعوديا من الصغير. عندي هنا اصغر حر طبعا اللي هي الايه? الصفر. فانا هنقول هنا صفر. وبعد كده هناخد الاتنيق. وبعدين التلاتة. وبعدين عندي الاربعة. وبعدين عندي السبعة. تعال نشوف بقى الوسيط. الوسيط هنا فين بقى? بصوا ركيزوا معي كده سنة ستة. احنا قلنا الوسيط هو القيمة التي ايه? التي تتوسط مجموعة من البيانات. يعني اللي في النص بالزبط. يعني اللي بعدها قدل اللي قبلها. او اللي علي منها قدل على ايه? قدل على يسارها. فاحنا هنلاقي هنا ان التلاتة دي في المنتصف. عندنا هنا رقمين وعندنا هنا رقمين. تمام كده? يبقى عندي الوسيط هنا هو ايه? هو تلاتة. طيب تعال نشوف بقى الوسيط للقيم دي. هنلاقي هنا تسعة وهنلاقي هنا خمسة واحد صفر تلاتة اتنين. اول خطوة طبعا عارفين ان احنا هنرتب. تعال لنرتب تصاعديا. يعني هنقول هنا صفر. وبعد كده هنقول هنا واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة. وبعدين عندي هنا خمسة. وبعدين عندي هنا تسعة. تمام جميل. تعال بقى نشوف هنا فين القيمة اللي بتتوسط هنا بالزبط. بصوا معايا كده يا سنة ستة. معايا هنا هنلاقي ان القيم دي ست قيم. يعني ايه? مش هلاقي رقم اخده في النصي وبقى اللي بعد وقدر اللي قبله. ما بنعمل هنا ايه? في الحالة دي اكت لو عدد لو عدد القيم زوجي خد الاتنين اللي في النص اجمعهم مع بعض واسمهم على اتنين. وساعتها يبان تجده جيبت الوسيط. يبان هنقول له هنا ايه? هنقول له هنا اتنين زائد تلاتة على الاتنين اهو. نفس الكده ما بين ايه? ما بين الترتيب بقى كده خلاص. وما بين اللي انا هعمله دلوقتي. هقول له دلوقتي لان اتنين زائد تلاتة على الاتنين. هتسوي كان بقى? اتنين وتلاتة? خمسة. خمسة على الاتنين فيها الاتنين وايه? فيها الاتنين ونص. صحي كده? يبقى عندي الوسيط هنا هو اتنين ونص بالصورة دي كده او ممكن يمكتب ازاي كمان? ممكن اتنين او ايه? او خمسة من عشرة بالصورة دي كده. تمام كده سنسبت او كده نكون احنا فهمنا الوسيط وهو القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات. بعد ايه? بعد ترتبها. تمام جميل? تعالوا بقى نشوف الوسط الحسابي. على فكرة الوسط الحسابي ده احنا اخدناه قبل كده خلاص احنا عرفنا قبل كده ان الوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددهم. فلما يطلب مني هنا الوسط الحسابي للقيم دي قلنا هنعمل ايه? قلنا هنجمع القيم مع بعضها ونبدأ ان احنا نقسمهم على ايه? على عددهم. هنقول له هنا لان الوسط الحسابي يساوي ايه هنا بقى? عندي هنا هنجمع سبعة زائد خمسة زائد سبعة زائد واحد على كم عددهم واحد اتنين تلاتة اربعة على اربع قيم. طيب يعني هيساوي كام? عندي سبعة وخمسة اتناشر. اتناشر وسبعة تسعتاشر ساتشار وواحد عشرين. عشرين على الاربعة فيها الخمسة. يبقى عندي الوسط الحسابي هنا ايه? هو الخمسة. تمام جميل? يبقى احنا قلنا ان المنوال الوسيط الوسط الحسابي. كل دي من مقاييس النزعة المركزية. طب تعالوا بقى نتعرف مع واحدة على القيمة المتطرفة. يا طرق ايه هي القيمة المتطرفة يا سانساتة? يلا بينا نشوف. معايا هنا سانساتة بقى القيمة المتطرفة. القيمة المتطرفة هي القيمة التي تكون اعلى بكثير او اقل بكثير من بقية البيانات المعطاء. يعني الكلام ده. يعني عندنا هنا اما بتكون هي اقل واحدة فيهم ويعني اقل بابعد. فاهميني? يعني احنا مسلا ايه? مش نقول اقل واللي بعدها على طول يبقى بعدها لأ. ده انا عايزة هتبقى اقل بكتير. فاهميني? ولو هي مش اقل بكتير نروح ندور على الاعلى ندور على اعلى بكتير. يبقى احنا ايه? نلاحظ ايه? النقطة ديت عشان النقطة دي مهمة. يبقى هي القيمة التي تكون اعلى بكثير كلمة بكثير دي مهمة او اقل بكثير من ايه? من اكبر كيمة. هنقول لك هنا اللي هيحدد لنا النقطة دي هو اهنل ابعد عن بقية البيانات. لو ايه? لو اقل بكتير يعني هي يعني بكتير دي هي اللغز. لو هي المسافة ايه? اقل ما بينها وما بين اللي بعدها بكتير يبقى ناخدها. لو مش اقل بكتير نروح نشوف للي اللي اعلى ايه? اعلى بكتير. طب يلا بيس هدري ادينا مثال كده عشان نفهم الكلام ده اكتر. تعالوا بينا سنستة. بنقول لك هنا الكريمة المتطرفة للقيم دي تلاتة واربعة وستة وسبعة وتلاتاشر وتمانية. عندي هنا هنبص. فين هنا اقل القيمة فيهم? هنقول لك ان التلاتة دي اقل القيمة صح? طيب جميل. عندي هنا هشوف الايه? بعدها على طول ايه تاربعة ايه? ده الفرق ما بينهم واحد بس. طب تعالوا شوف لي اعلى القيمة. اعلى القيمة عندي هنا تلاتاشر. طب الفرق ما بينها وما بين اللي ايه? وما بين اللي قبلها. لقيت هنا ان اللي قبلها ايه? على طول تمانية. فبالتالي تلاتاشر فرق تمانية هتبقى كام? هتبقى خمس? ايه ده ده? ده انا عندي اعلى بكتير اعلى من الايه? من اللي هي اقل ايه? اقل بكتير صح كده. يبقى في الحالة دي القيمة المتطرفة هي ايه? وبهنا القيمة المتطرفة هي تلاتاشر. تمام كده? طيب يقولك بينما القيمة المتطرفة للقيم اتنين وسبعة وعشر وتسعة وتنشر واربعتاشر هي ايه? تعال بقى نشوف. عندي هنا دلوقتي هنروح نشوف اللي اقل ايه? اقل القيمة. اقل القيمة هي نعم الطرف اللي هي ايه? عندي اتنين. تمام كده? طيب. الاتنين دي بقى. الفرق ما بينها وما بين اللي بعدها على طول. هلاقي ان الاتنين دي اعلى واحدة بعدها اللي هي السبعة. يعني الفرق ما بينهم خمسة. طب تعال نشوف اعلى واحدة اللي هي اللي اربعتاشر. الاقل منها على طول هنا الاتناشر. يعني الفرق ما بينهم اتنين بس. لا يبقى في الحالة دي ناخد مين? في الحالة دي ناخد الاتنين اللي هي تكون اقل بكثير. يبقى القيمة المتطرفة هنا كام? القيمة المتطرفة هنا اتنين. تمام جميل جدا. طب يا موسى هادر احنا عايزين تدريب بقى كده? يجمع لنا كل اللي احنا شرحنا ده. يلا بينا سنسقطة نشوفيه التدريب. بيقولك هنا اوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي والقيمة المتطرفة للبيانات الاتية. عايز الاربع حاجات دول. عاطيني هنا بينات خمسة وسبعة وتلاتة وخمسة وستاشر وستة. التدريب ده حلو قوي ليه? لان هو بيجمع لك كل اللي احنا خدناه مع بعضه. وبيوضح لك الفرق ما بين كل واحدة فيهم عشان ما نتلخبطش فيهم بعد كده. زي ما قلنا ايه هو المنوال? المنوال هو القيمة الاكثر شيوعا او الاكثر تقرارا. ايه اكتر قيمة قررت عندنا هنا طبعا هلاقي ان الايه? الخمسة هي قررت مرتين. يبقى في الحالة دي هنقوله ايه? هنقوله هنا ان المنوال هنا ايه? خمسة. طيب الوسط الحسابي. احنا قلنا الوسط الحسابي بنجيبه ازاي? اه ده الوسط الحسابي بيستدير عدد لنا مجموع القيم على عددها. يبقى انا هنجمع كل القيم دي مع بعضها. ونقسمها على عددها. يبقى نقوله هنا ستة. زائد ستاشر. زائد خمسة. زائد تلاتة. زائد سبعة. زائد خمسة. ونقسمها على عددهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عددهم هنا كام عددهم هنا ستة طيب يلا نجد مع كده مع بعض عندنا هنا ستة وستاشر كام ستة وستاشر اتنين وعشرين اتنين وعشرين وخمسة سبعة وعشرين سبعة وعشرين وتلاتة عندنا تلاتين تلاتين عندي وسبعة سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين وخمسة عندنا كده يبقى كام اتنين واربعين تمام جميل جدا يبقى عندي هنا اتنين واربعين هنقسمها على الستة طيب اتنين واربعين على الستة يعني ايه ليندرف الستة يديني اتنين واربعين? طبعا احنا عارفين ان ايه? سبعة في ستة باتنين واربعين. يبقى الوسط الحسابي هنا كام? سبعة. تمام جميل? طيب دلوقتي انا عايزة الوسيط. احنا قلنا الوسيط ده بنجيبه ازاي? اه ده ميزا دي رأيت لنا الوسيط ده? هو القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات. طب انا عشان نعرف القيمة التي تتوسط لازم نروح نرتب البيانات الاول. يبقى عندي اول خطوة هنا هروح نعمل ايه? ترتيب للبيانات رتبهم لتصاعديا. تعال ام الصغير هنا يبقى تلاتة وبعدها ناخد الخمسة وبعدها ناخد الخمسة تاني وبعدها ناخد الستة وبعدها ناخد ايه? وبعدها ناخد السبعة وبعدها ناخد اخر واحدة اللي هي الستاشر. دلوقتي هروح بقى نشوف ايه القيمة اللي بتتوسطهم. عندي هنا هلاقي ان هم قيمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول ستة عدد زوجي. يبقى ناخد الاتنين دول نجمعهم ونقسمهم على الاتنين. يبقى هنقول له هنا الوسيط هيساوي ايه? الوسيط عندي هنا هيبقى خمسة زائد ستة على الاتنين. خمسة وستة كام? خمسة وستة احداشر. احداشر على الاتنين فيها الخمسة ونص. تمام كده اتفقنا? يبقى عندي الوسيط هنا بخمسة ونص. طيب القيمة المتطرفة بقى احنا قلنا القيمة المتطرفة اللي بيكون اعلى بكتير او اقل بكتير طب تعالوا نشوفوا الاقل اقل واحدة هنا تلاتة اللي بعدها على طول خمسة فالفرق ما بينهم اتنين بس طب عندي اعلى قيمة اعلى قيمة الستاشر اللي قبلها سبعة يبقى الفرق ما بينهم ايه الفرق ما بينهم طبعا اكبر فرق ما بينهم تسعة يبقى عندنا في الحالة ديت القيمة المتطرفة هنا هناخد اللي هي اعلى بكثير اللي هي الستاشر تمام كده يا سنة ستة وبكذا نكون احنا فهمنا مع بعض ايه فهمنا مع بعض يعني ايه منوال يعني ايه وسيط يعني ايه وسط حسابي يعني ايه كويمة متطرفة تعالوا نفهم مع بعض بقى حتة صغيرة كده وهو اثر الكويمة المتطرفة على الوسيط والوسط الحسابي يلا بينا نشوف بيقول لنا هنا تأثير الكويمة المتطرفة على الوسيط والوسط الحسابي بملاحظة التمثيل البياني التالي نجد ان عندي هنا اطول النباتات بالسنتيمتر فعندي هنا نبات طوله اتنين سنتيمتر عندي هنا نباتين طولهم 3 عندي هنا 5 نباتات طولهم 4 سنتي عندي هنا نبات طوله 8 سنتي وهكذا فبيقولك هنا ان القيمة المتطرفة هنا هي 8 ليه هنا هي 8 لانها القيمة اللي بتبعد بكثير عن باقي البيانات هي الابعدة هي وبالتالي هنا تعالى بقى هنا جبلك الوسيط مرة بوجود القيمة المتطرفة وبدون وجود القيمة المتطرفة وكذلك الوسط الحسابي بوجود القيمة المتطرفة وبدونها برضو ليه علشان نعرف مدى تأثير القيمة المتطرفة على الوسيط والوسط الحسابي فانا عندي هنا الوسيط دورد القيمة المتطرفة هنعمل اول حرق ايه طبعا زي ما احنا عارفين ان اتنا هرتب القيم عندي هنا هنقوله ايه هنقوله اه انا عندي هنا اتنين يبقى انا هنحط هنا الاول ايه اتنين رتبت كده اتنين بعدها تلاتة تمام جميل وبعدها طبعا عندي ايه كمان عندي تلاتة كمان خلي بالك ان كل نقطة من دول بتدل على الرقم نفسه وقلنا عندي هنا تلاتة وعندي هنا كم اربعة خمس اربعات. يبقى احنا هنكرر اربعة كم مرة? خمس مرات. ادي اربعة واربعة 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 واربعة. تمام جميل. وعندي هنا كمان التمانية هي? اللي هي القيمة المتطرفة. هنبدأ بقى ان احنا نشوف الوسيط في الحالة دي. عندي عدد القيم هنا كام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى عندي هنا تسع قيم. مين اللي بتتوسطهم بالزبط طبعا هي القيمة الخمسة. اللي هي الاربعة دي. عشان يبقى بلها اربعة وبعدها اربعة. يبقى الوسيط بوجود القيمة المتطرفة. هو اربعة. تمام جميل. طب بدون القيمة المتطرفة يعني انا هنشيل بقى التمانية من هنا. هنقول كده هنا ايه? اتنين. تلاتة. وتلاتة. وايه? وعندي الخمس اربعات برضو زي ما اتفقنا. بس كده. طب تعالى نشوف بقى الوسيط هنا هيبقى ايه? يلا بينا. دلوقتي دول بقى القيمة تمانية بس. فهناخد دلوقتي عدد زوجي. يعني ناخد القيمتين اللي في المنتصف. ونجمعهم نقسمهم على الاتنين. دلوقتي بقى عندي اربعة واربعة. يبقى الوسيط هنا يبقى اربعة زاد اربعة على الاتنين. اربعة واربعة تمانية. تمانية على الاتنين هيساوي اربعة. يبقى في الحالة دي الوسيط دي وجود القيمة المتطرفة طلع اربعة. وبدون وجود القيمة المتطرفة طلع برضو اربعة. ده معناه ايه? ده معناه ان الوسيط في كل الحالتين يساوي اربعة يعني الوسيط لا يتأثر بالقيمة المتطرفة. الوسيط ايه? لا يتأثر بالقيمة المتطرفة. طب تعال نشوف الوسيط الحساب ونشوف تأثير الوسيط فيه. عندنا هنا بيقول لك الوسيط الحسابي. انا علشان يجيبه. قلنا بنجيب ازاي الوسيط الحسابي? بنجمع كل القيم ونقسمها على عددها. تمام جميل جدا. فانا عندي هنا مجموع كل القيم يعني انها نجمع كل القيم دي مع بعضها ونقسمها على عدد بتاعها اللي هو على تسعة. يعني نقول له هنا ايه انشد خط طويل بقى كده نقول له اتنين. زائد تلاتة. زائد تلاتة. زائد الخمس اربعات بتوعنا. تمام كده? اهو. زائد التمانية. ده بوجود ايه? بوجود القيمة المتطرفة على عددهم. عددهم هنا كام? عددهم تسعة قيم. نجمع كل ده ونقسموه على تسعة. طيب مجموع كل ده هيطلع لي كام? هيطلع لي ستة وتلاتين. يبقى ستة وتلاتين على التسعة هتسوي كام بقى هنا? هتسوي اربعة. يبقى عندي الوسط الحسابي بوجود القيمة المتطرفة باربعة. طب الوسط الحسابي بدون وجود القيمة المتطرفة. برضو هنجمع كل الارقم دي بس من غير ايه? من غير التمانية بقى من غير القيمة المتطرفة اللي عندنا. فاحنا هنقول له هنا ايه? هنقول له اتنين زائد تلاتة زائد تلاتة والخمس اربعات بتوعنا. صحي كده? اهو. بس خلي بالك ان احنا المرة دي مش هنحط مين بقى? مش هنحط بقى المرة دي التمانية اللي هي القيمة المتطرفة. عندي دلوقتي اصبح عددهم كم قيمة? تمانية بس بقى ناسم على تمانية. طيب عندي بقى مجموع دول من غير التمانية هيبقى كام? من غير التمانية هيبقى تمانية وعشرين. طيب تمانية وعشرين على التمانية في الحالة دي هيساوي ايه? في الحالة دي هيساوي تلاتة ونص. تمام كده? ايه ده? يعني ما عندي كده يمس هدير ان الوسط الحسابي بدون وجود القيمة المتطرفة اتغير عن وجود القيمة المتطرفة? هقول لك ايوة. في الحالة دي معناها ايه? في الحالة دي معناها ان الوسط الحسابي بيختلف في كل الحالتين. لذلك الوسط الحسابي بيتأثر بوجود القيمة المتطرفة. يبا احنا طلعنا من هنا باي? طلعنا من هنا. ان القيمة المتطرفة بتؤثر على الوسط الحسابي تأثيرا اكبر من تأثيرها على الوسيط. تمام كده? فبيقولك هنا بصفة عامة لو احنا عندنا مجموعة من البيانات فهيكون من الافضل ان احنا نستخدم الوسيط في حالة وجود القيمة المتطرفة قلنا ليه? لان الوسيط ده بيعتمد على ترتيب القيم وهو اقل تأثرا بالقيمة المتطرفة وعندنا هنا هيكون من الافضل ان احنا نستخدم الوسيط الحسابي في حالة عدم وجود القيمة المتطرفة لان هو بيعتمد على مجموعة القيم وقسمتها على عددهم فبالتالي القيمة المتطرفة بتأثر في الوسيط الحسابي تمام كده سنستة وبكده نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة على خير اللي فهمنا فيه مع بعض مقويس النزعة المركزية زي المنوال الوسيط والوسط الحسابي وكمان تعرفنا على الكلمة المتطرفة وكمان تعرفنا على تأثير الكلمة المتطرفة على الوسيط والوسط الحسابي استنوا ان شاء الله في الدرس الجاي في مادة الرياضيات عشان نختم مادة الرياضة مع بعض ان شاء الله سنستة وكانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس اشتركوا في القناة